ميليشيا الحوثية القاضي عبدالوهاب قطران اثرى مداهمة منزله واقتياده الى احد سجونها اختطف جاء عقب ساعات من نشر قطران تصريحا ندد فيه بافعال الحوثيين في البحر الاحمر اليوم ترفع الميليشيا الحصانة عن القاضي المختطف بقرار من مجلس القضاء الذي سيطرت عليه الميليشيا وشكلته بما يخدم مصالحها قرار قوبل بسخرية واستهجان على حد سوى ارساء سياسة القمع وتكميم الافواه والملاحقات والاختطافات لاصحاب الكلمة والرأي كلها ما تحاول الميليشيا فرضها واقعا على اليمنيين واكالة سبال الانباء التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعان نشرت خبر يتضمن اعلان ما يسمى بمجلس القضاء العالى التابع للميليشيا عن رفع الحصانة عن قاضي لم يذكر اسمه والتي اكدت المصادر القضائية المحلية ان مجلس القضاء الحوثي قد رفع الحصانة عن القاضي قطران فعليا وقياسا لنبض الشارع الذي بات يغلي من ممارسة الجماعة التعصفية ضد المواطنين لقى هذا القرار موجة تنديد من قبل برلمانيين وحقوقيين كالبرلماني احمد سيف حاشد الذي قال انهم تفاجأوا بقرار رفع الحصانة بعد ان كانوا قد توصلوا عبر وساطات مقربة من الميليشيا للافراج عن قطران في تناقض يكشف الصراع بين الاجنحة الحوثية القرار الحوثي يأتي بعد يومين من اطلاق عائلة قطران مناشدات واسعة للافراج عنه بعد اربعين يوما على اختطافه من منزله بتهم كيدية ملفقة وهي تهم معلبة تستخدمها الميليشيا بهدف القمع وتكميم الافواه وتصفية الخصوم اشتركوا في القناة